موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 1 لسن 3 اليونت الأول الدرس الثالث Playground Rules قوانين ساحة اللعب موجودة بصفحة 10 من كتاب الطالب وتمارين موجودة بصفحة 8 من كتاب النشاط قبل ما نبدو الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الرابع الابتدائي بصفحة 10 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة Playground Rules اللي هو عنوان الدرس قوانين ساحة اللعب أسفلها مكتوب Read the Rules اقرأ القوانين and match the pictures وطابقها مع الصور منطيني مجموعة من الجمل هذه الجمل هي قوانين ساحة اللعب القوانين اللي يجب أن نتبعها أثناء اللعب بألعاب ساحة اللعب وبأسفلها منطيني مجموعة من الصور أجزاء ساحة اللعب أو الألعاب اللي موجودة بساحة اللعب يطلب من عندي أني أقرأ قوانين ساحة اللعب Read the Rules اقرأ القوانين and match the pictures وطابقها مع الصور كل قانون من ذن القوانين يناسب صورة أو يعبر عن صورة من الصور اللي منطينيها بأسفل الصفحة فأنا أقرأ القانون أفتهمه وأشوف إناسب يا صورة أوصل رقم الصورة بجانب كل قانون خد نقرأ القوانين ونشوف شين مطلوب حفظه من هذا النص Our Playground Rules قوانين ساحة اللعب الخاصة بنا أول قانون Do not stand on the swing ننتبه Do not معناها لا تفعل وبعد قليل راح تجينا Do معناها افعل هنانا إذا أريد أنهى شخص عن فعل شي معين مثلا شف التلميذ وأقف على الرحلة أريد أقول له لا تقف على الرحلة شا قل له أقول له Don't stand لا تقف On the desk مثلا لا تقف على الطاولة أو الرحلة فالdo not أستخدمها على مموضة أنهى شخص عن فعل شي معين وبعد قليل راح تجينا Do إذا أريد أأمر شخص أن يفعل شي معين مثلا أقول له Do open your books افتح كتابك فهناك Do not معناها لا تفعل و Do معناها افعل هذا الشيء أول قانون Do not stand on the swing لا تقف على الأرجوحة يا صورة من الصور اللي منطينيها بأسفل الصفحة اتناسب هذا القانون القانون الأول يجب أن لا نقف على الأرجوحة يا صورة تناسب هذا القانون أكيد الصورة الخامسة فأخلي رقم الصورة أمام القانون الأول لا تذهب بشكل سريع جدا يا صورة من الصور اللي منطينيها بأسفل الصفحة اتناسب هذا القانون لا تذهب سريعا أكيد الصورة المتعلقة بالدوار فهناك ينطي قانون يقول لا تذهب بسرعة لا تدور بالدوار بسرعة كبيرة القانون الثالث hold on معناها تمسك hold on with both hands تمسك بكلتا يديك يا صورة من الصور اللي منطينيها أسفل الصفحة اتناسب هذا القانون أكيد صورة الطفلة اللي تتسلق الدرج يجب أن تتمسك بالدرج بكلتا يديها فأخلي رقم الصورة أمام هذا القانون hold on with both hands تمسك بكلتا يديك القانون الرابع do not push do not push معناها لا تدفع يا صورة من الصور اللي منطينيها أسفل الصفحة تناسب هذا القانون أكيد الصورة الرابعة اللاحظة أن هذا التلميذ يدفع زميلة فينطي قانون يقول له do not push لا تدفع أحد قوانين ساحة اللعب فأخلي رقم الصورة أمام هذا القانون القانون الأخير do not balance on one leg لا تتوازن على ساق واحدة يا صورة من الصورة اللي منطينيها بأسفل الصفحة تناسب هذا القانون أكيد الصورة الثانية اللاحظة أن هذا الطفل يقفز بين الأشرطة بساق واحدة فينطي قانون يقول له do not balance on one leg لا تتوازن برجل واحدة أو بساق واحدة يجب أن تستخدم كلاه الساقين هذا ما يخص قوانين ساحة اللعب يجب أن نحفظ قوانين ساحة اللعب شفويا ننتبه ليش أستاذ نحفظه شفويا لأن بالنشاط القادم رح يسأني الأستاذ يقول لي what's wrong ما المشكلة يأشر لي مثلا على الصورة الأولى أو الصورة الثانية ويسأني يقول لي what's wrong ما هي المشكلة بالصورة فعنا لازم أنطي القانون المتعلق بالصورة فهنا نمسوديها على شكل محادثة بين تناميذ الثنين التلميذ الأول يسأل what's wrong in picture number three ما الخلل أو ما المشكلة في الصورة الثالثة اللاحظة الصورة الثالثة الطفلة ددور حول الدوار بسرعة كبيرة فعنا لازم أقول لها don't go too fast لا تذهبي أو لا تذهب بسرعة كبيرة بلعبة الدوار فانطيت قانون ساحة اللعب قد الاستاذ يسألني مرة ثانية يقول لي what's wrong with picture number one ما الخلل أو ما المشكلة في الصورة الأولى فعنا لازم أنطي القانون لذلك أنا قلت لازم نحفظ القوانين شفويا لأن الاستاذ يسألها بداخل الصف شفويا ولازم نجابه شفويا كذلك فيقول لي what's wrong with picture number one ما الخلل أو ما المشكلة في الصورة الأولى أنطي القانون أقول لي hold on with both hands تمسك بكلتا يديك فالبنت تتسلق الدرج وما تمسكها بكلتا يديها من الممكن أن توقع فالقانون شيقول يقول لي hold on with both hands تمسك بكلتا يديك أو يسألني يقول لي what's wrong with picture number two ما الخلل أو ما المشكلة في الصورة الثانية فأقول لي don't balance in one leg لا تتوازن بساق أو برجل واحدة what's wrong with picture number four ما الخلل أو ما المشكلة في الصورة الرابعة فالتلميذي يجاوب يقول do not push لا تدفع إذن قوانين ساحة اللعب يجب أن نحفظها شفويا ليش لأنه ممكن يسنى الاستاذ داخل الصف على كل صورة من ذن الصور لازم أنطي القانون المناسب إلى بعد ذن الصور مكتوب listen and point استمع وأشر to the correct picture أشر على الصورة المناسبة نانا عبارة عن مقطع صوتي يتحدث بي شخص عن قوانين ساحة اللاعب والأخطاء اللي مسويها هؤلاء التلاميذ بيطلب من عندي اني listen استمع point to the correct picture أشر على الصورة المناسبة أشر على كل صورة يتحدث عنها من خلال المقطع الصوتي فرح نستمع المقطع الصوتي ونأشر وياه نشوفه عن أي صورة يحتي وشنو القانون المناسب لكل صورة على الممكن نتأكد إذا كانت إجاباتنا صحيحة لو خاطئة خلنسمع المقطع الصوتي أشرح الشيحة Track 9 Our Playground Rules Listen and point to the correct picture Look at that girl on the roundabout She's going too fast Don't go too fast That boy is pushing his friend Do not push on the slide Look at the bars There's a boy balancing on one leg That's dangerous There's a boy standing on the swing See that girl climbing up the ladder She's not holding on with both hands So after we read the video, we noticed that it's talking about the pictures Every picture is a right to show the rules Like we mentioned in the previous video I have a very important point That the do not, which we said before a little bit Do not means that it doesn't work We'll use it if we want to show a person Do not means that it doesn't work If we want to show it, it's going to be Don't Don't means that it doesn't work We've taken the third part Is and not, isn't Are and not, aren't Do and not It's going to be don't This is the question that I can bring to you Is and not, isn't Do and not What's going to happen? I have to know that Do and not if I want to show it It's going to be don't This doesn't have to be done The playground song is the playground song I want to show it That's going to be done And that's going to get us And don't If we want to show it If you want to show it And sing If you want to show it And it's gonna show it يحب أن يحفظها دعونا مع المقطع الصوتي سوف نتموح definitم يضرب سچة وتس compiled ان Chapel فاقم الناس دعونا مع الم Hungry من الناس puertas بإعجاز خلقت اذا зав rapping هل واجه إنها مجرد أغنية من الممكن أن التلميذ يحفظها ويشارك بها كنشاط لا صفي غير مهمة بالامتحان التحريري أو الشفوي ننتقل إلى كتاب النشاط التمرين الأول read and tick اقرأ وضع صح or cross أو وضع خطأ tick معناها صح و cross معناها خطأ our classroom rules قوانين صفنا هنا منطين مجموعة من القوانين الخاصة بالصف مو قوانين ساحة اللعب وإنما قوانين الصف يطلب من عندي أني أقرأ أقرأ ذن القوانين وأشوف هذا القانون صحيح لو خطأ يعني مناسب لو غير مناسب إذا كان مناسب أضع لصح وإذا كان غير مناسب أضع علي خطأ فمثلا number one أولا do stand on tables do معناها افعل do not معناها لا تفعل مثل ما وضحنا بالملاحظات السابقة فهنا يطلب من عندي do stand قف on tables قف على الطاولات أو على الرحلات فهذا القانون صح مناسب لو خطأ غير مناسب أكيد هذا القانون غير مناسب من المستحيل أنه يكون قانون الصف أن نقف على الرحلات إذن أضع علي صح لو خطأ أكيد أضع علي خطأ خطأ number two ثانيا do not crawl on the floor لا تسحف على الأرض هذا القانون مناسب لو غير مناسب من قوانين الصف لا يجوز للتلميذ أن يسحف على الأرض هذا قانون صح لو خطأ هذا القانون أكيد صح ممنوع أن يسحف التلميذ على الأرض number three ثالثا do put rubbish in the bin do معناها افعل مو do not do put معناها ضع rubbish in the bin ضع المهملات في السلة هذا قانون مناسب لو غير مناسب يطلب من عندي أن أوضع المهملات في المكان المخصص إليها اللي هي سلة المهملات هذا القانون أكيد مناسب فأخلي علي علامة صح number four رابعا do not eat in the class لا تأكل في الصف هذا القانون مناسب لو غير مناسب أكيد هذا القانون مناسب ممنوع الأكل داخل الصف number five خامسا do push your friends through the door do معناها افعل do push your friends ادفع زملائك أو أصدقائك through the door نحو الباب هذا القانون مناسب لو غير مناسب يطلب من التلميذ أن يدفع أصدقائه هذا القانون أكيد غير مناسب فأخلي علي علامة خطأ number six سادسا do not open your books لا تفتح كتابك هذا القانون مناسب لو غير مناسب أكيد غير مناسب يجب أن نفتح كتابنا أثناء الدرس هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يطلب من عندي أن أقرأ القوانين وأشوف إذا كان قانون مناسب أخلي علي علامة الصح وإذا كان غير مناسب أخلي علي علامة خطأ أخلي علي علامة خطأ ننتقل للنشاط الآخر can you write two classroom rules هل يمكنك كتابة قانونيا خاصات بالصف use these words استخدم ذلك كلمات يطلب من عندي أن أكون قانونيا خاصات بالصف باستخدام ذلك كلمات هو مقسم لياها do أو do not أما تفعل إفعل أو لا تفعل وكذلك منطيني مجموعة من الأفعال play ball يلعب كرة القدم sit يجلس play يلعب write يكتب ومنطيني مجموعة من حروف الجر on under in في وكذلك ال in ثانية معناها في ومنطيني مجموعة من الأماكن the playground ساحة اللعب your desk the walls الحيطان the classroom الصف فيطلب من عندي أن أستخدم كلمة من هذا الحقل وكلمة من هذا الحقل وكلمة من هذا الحقل وكلمة من هذا الحقل وكلمة من هذا الحقل على مد أكون قانون الصف متناسق مثلاً خلني أختار كلمة do خليها do شني ناسبها خلني جي نشوف مثلاً نختار sit do sit معناها أجلس أجلس وين يجب أن يجلس التلمية على الرحلة فأقول له on your desk أجلس على رحلتك do sit on your desk معناها أجلس على رحلتك خلني أخذ do not ونكون عليها قانون do not معناها لا تفعل مثلاً أختار فعل مثلاً play ball لا تلعب بالكرة وين مثلاً في الصف أقول in في the classroom في الصف do not play ball in the classroom لا تلعب بالكرة في الصف معنون رابع إلى آخر إذا مجرد منطيني مجموعة من الكلمات أكون من خلالها قانون باستخدام do و do not ننتقل إلى النشاط الآخر listen point and say استمع أشر وقل أنا منطيني مجموعة من الحروف المزدوجة حروف صحيحة مزدوجة cl cr pl st يطلب من أن نستمع المقطع الصوتي أشوف هذن الحرفين شون ينطقهم وكذلك ذن الحرفين وكذلك البقية يطلب من أن نستمع على موضة أعرف شون ينطق ذن الحروف point a-sh and say وأردد بعده ليش أستاذ على موضة أقدر أنطق ذن الكلمات اللي بالتمرين القادم بشكل صحيح فخلن نستمع المقطع الصوتي نتعرف شون ينطق ذن الحروف وبعدها كذلك نستمع المقطع الصوتي ونشوف شون ينطق هذن الكلمات اللي بيهن حروف مزدوجة مثل ما بالتمرين السابق فخلن نسمع المقطع الصوتي ونتبعويا ونحاول نردد بعد المقطع الصوتي track 11 listen point and say cl cr pl st st sl gr sw إذن بعد ما سمع المقطع الصوتي وهو ينطق ذن الكلمات ورددنا وراء which sounds do you hear ما هو الصوت الذي تسمعه مثلا من خلال ذن الكلمات شنو الصوت اللي سمعته هنانا لاحظنا انه نطقها cla السي لفظها ك فأقول cla مثلا clapping clapping معناها يصفق أو تصفيق وكذلك cra cra لفظ السي ك فأقول مثلا crawling crawling معناها يسحب وكذلك مع البقية بلا وستا وسلا كرا وسوا لاحظنا شون نطق ذن الكلمات بعدها بالتمرين اللي بعده يطلب من عندي اني listen استمع say these words انطق أو قل هذي كلمات يطلب من عندي اني استمع وأتبع مع المقطع الصوتي وبعدها أردد بعد المقطع الصوتي هاي الجمل نسمع المقطع الصوتي نحاول نردد ويا track 12 listen and say these words one playing in the playground two standing in the street three clapping in the classroom four sleeping on the slide five sweeping under the swing six crawling with my crayons seven i'm great in grade four لاحظنا من خلال المقطع الصوتي ان كل جملة منطيني بها حرفين بكلمتين مشابهات فمثلا number one أولا playing in the playground ال-PL بكلمة playing و ال-PL بكلمة playground يريد ينطيني أمثلة عملية على حرفي ال-PL شون الفضهن number two ثانيا standing in the street كذلك حرفي ال-ST في كلمة standing و حرفي ال-ST في كلمة street يريد يدربني أكثر على استخدام ذن الحروف الصحيحة اللي يجا نسويه ليش؟ لأن لاحظوا أن بعض التلاميذ يقرون كلمة street sit read هذا الشي خاطئ لازم الس وراهتي مباشرة بأقول street وليس sit read هذا الشي خاطئ لازم أقول street street معناها شارع كذلك مع البقية يدربني أكثر على نطق ذن الكلمات اللي بعض الشيء يكون نطقهن صعب هذا ما يخصها التمرين مجرد تمرين سماعي أستمع من خلال المقطع الصوتي وأحاول أردد بعدها ننتقل على التمرين الأخير draw your picture أرسم صورتك أنا منطين صورة التلاميذ 2 واحد من التلاميذ رافع إيده قال I am great in grade 4 أنا عظيم في المرحلة الرابعة يطلب من أني أني أرسم صورة مثل هذه الصورة اللي راسمها فهو عايف لمساحة فارغة أرسم بيها صورة هذا مجرد نشاط لكسر الروتين داخل الصف غير مهم بالامتحان الشهري أو الامتحان التحريري يحاول التلميذ يرسم صورة مثل الصورة اللي مطهية بالتمرين هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بيه مجموعة من القوانين الخاصة بساحة اللعب وعرفنا أن ذلك القوانين لازم نحفظهن شفويا لأن من ممكن الأستاذ يسألن بيها شفويا داخل الصف وكذلك أخذنا الفرق بين do do not بالأمر والنهي بالإضافة إلى اختصار كلمة do not اللي يكون اختصارها don't هذه كلمة جدا مهمة بالامتحان التحريري بسؤال الاملاء ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة